أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها قمة تغير المناخ وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف وذلك لضمان قرود القمة بنتائج إدابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته وخلال استقباله المباوثة الرئاسية الأمريكية الخاصة للمناخ جون كاري رحب رئيس السيسي بزيارة كاري إلى مصر وعقد الاجتماع الأول مجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها معربا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة تحضيرا للقمة العالمية كوب 27 للمناخ والمقرر أن تنعقد بشرم الشيخ من جانبه أكد كاري ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترق بين البلدين في هذا الإطار وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية في جهود مصر لتحول إلى مركز الاطاقة والأهداف الطموحة التي تتبنها في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر